محمد ياسر عبد الرؤوف عرفات سيرة طويلة صخبة يصعب إجمالها في لحظات كانت الولادة في القاهرة ولد سادس لأسرته المكونة من سبعة أفراد فقد أمه حين كان في الرابعة عاش مصر حتى شبابه واكتسب لهجتها التي لم تفارقه أبو عمار في دقيقة هي عبارة أدق قرن من المواجهة مع الحركة الصهيونية لخصه أبو عمار في دقيقة دقيقة إعلان الثورة هذا هو أبو عمار في دقيقة التصدي لقرن من التأمر طالب هندسة ترك دراسته ليحارب في غزة ثم يعود إلى مصر ثم إلى الكويت حيث أسس حركة فتح حاملا في داخله أبا لكل الفلسطينيين فكني بأبو عمار سجن في سوريا ثم نظم حركته في الأردن رحل سرا إلى بيروت نجى من القصف الإسرائيلي هناك ليهاجر إلى تونس حمل حلم الدولة إلى أن عاد إلى فلسطين نستذكر اليوم ياسر عرفات مفجر ثورتنا وقائد مسيرتنا ونجدد له ولكل شهدائنا العهد بأن نواصل المسير بدون كلل أو ملل ورغم كل المصاعب والضغوط حتى نصل إلى تحقيق حلمه وحلمهم في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم يكفي حصار بيروت ولا غارات تونس ولا حتى سقوط طائرته في صحراء ليبيا لينتهي المطاف في حصار رام الله الذي نجى فيه من القصف والحقد وحده المرض هو الذي تمكن منه فرحل قبل ثمانية أعوام تاركا كثيرا من التساؤلات والأحلام ثمانية أعوام على رحيل الرئيس والقائد ياسر عرفات ثمانية أعوام ما زالت تختلف فيها اللجان على نبش رفاته لمعرفة سبب موته ثمانية أعوام وما زلنا مكرين مفرين على الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة لتلفزيون القدس كنان عيسى من ضريح الشهيد ياسر عرفات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر